موسيقى هاي اليوم هيدا الفيديو حبيب احكيكم عن ثلاث اشياء سوبر اساسية بيكونوا معي عطول بشانتتو تصوير ازا فيديوغرافر وظيفة ازابتكون هي انه ارتجل بالمواقف يعني ماني عم مصور فيلم سينما الفيلم السينما عادة الاضاءة تكون محضرينها بشكل ممتاز الاساسية والمثلين ازا فيديوغرافر من روح يوجولي على ساتس شواء اكتر طبيعية واللي اكتر منا بيواجه هيدا البروبلام هو طبع الاخبار لان يوجولي بيكونوا طالعين مباشر او شيء صوعا جد خلاص ما فيه يعني صار شيء ضغري لازم يحله لهيك ايام بتشوفه يمكن التليفزيون طالع شاشته زرقه ما بعرف هلا ما لازم يصير هيدا الشيء بس انه بتصير لان الفيديوغرافر معي شوية وقت لان مني عم بيطلع مباشر بس انه يعني فيه دادلاين فيه الشمس غايت خلاص راح لتاني نهار راح لتالت نهار لهيك ما كتير فيه لان واحدة من الاشياء اللي عن جد ما فيه كتير غلط فيه او ما فيه بالمرة غلط فيه مش ما فيه كتير هي الصوت سو اليوم حابب تفرجيكن ثلاثة مايكروفونز لا ما بعرف فيكن تعدوهم ثلاثة اربعة بس انه بهال رانج هو العطول بيكونوا معي بالشنطة سو هيدا المايكروفون اكيد منه واحد منهم هيدا عطول بالستوديو و بس بدي سجري الصوت عليه از كندنسر مايك فاضل يكون خلاص الصوت محكم معزولي القوضى هالأساس سو اول مايكروفون عطول بيكون معي واكتر مايكروفون باعتمد عليه صراحة هو اللاف مايك اللي هو هيدا فيه اوكي سو هيدا المايكروفون باعتقد شايفينه باغلب المقابلات يكون هو اذا بدتكون عملة بلاس ما كتير بيبين يعني بيحط يجري هيك الكابل بيكون من تحت الاميس ووالا سو مواريف هون احيان نقطة صودة مننا كتير مزاجر مش متل هاي بلقي اوشي اوكي سو هالمايك في منه تو تايبز اللي هو الوائرلس والوائر سو انا اللي اكتر شي باعتمد عليه هو الوائرلس اللي هو هيدا الشي البوية بلاس في واحد تاني بس انو هيدا ما عم بستعمله في بعدين اعمل فيديو عنو اللي هو هيدا الشي سراحة ما كتير يعتمد علي لان الصوت منو ما كتير نبي اوكي سو هيدا كمان بيتعلق بوية سو هلا خلينا ازابتكو هن سمعكم الصوت منو سو يجب لي على السابن اوكي سو هيدا الصوت اللي عم تسمعوه هو من الوائرلس السابن من بوية بالشكل الديراكت يعني بالمايكروفون اللي هو بلتن بقلبه مش باللاف الاشيطين اللي فينا عملو اذا ما بدي اياه الادة تبين هي انو اوصل اللاف الصغير اللي هو هلا اعملو سوري عم تخشخش اوكي سو هلا عم تسمعوا الصوت من هيدا المايكروفون سو موصولة بهيدا بالجاك اكيد في الكنترولز نقدر نتحكم بالجاين طبع المايكروفون هو نفس الشيء بالرسيفر اوه انا حاليا واصله على الزوم ريكوردر سو خلينا بس فرجيكوان شو اللي ساير اوزرن 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 ديوايس متل ما عم نشوف ساقدرن هنا أعطينا لها البطارية وهالأساس هيدا إذا بدتكون هو أول مايكروفون باعتمد عليه بأغلب التصويرات لسببا تكنيكلي عملية قدرين نتحرك بحرية بلس قدر أصله على زوم بلس وصله على الكاميرا الثاني مايكروفون كمان باعتمد عليه هو اللي راكب على الكاميرا اللي هو دايركش من المايك بيجي منهم كذا شيب كذا لون كذا براند هول تكنيكلي هنا في عندي واحد من بويا وواحد من موفو واللي راكب على الكاميرا هو رود حسنا حسنا تنظروا الكاميرا حسنا لنصور لكم تشوفوا شكل الكاميرا حسنا عادة هايك بيكون شكل الكاميرا مع ما هو الافانتاج الافانتاج امتا بستعمله امتا بستعمله هو كرمال يكون في الحرية يعني قدم بعض عن الشخص خلاص شو ما حكينا عطول مسجل هيدا الشي بطريقة نضيفة صوت حلو الافانتاج راكب على الكاميرا بس عمله اذا عم صور شي بقلب سوق في حركة في درجة حوالينا بس ما بده كتير هيدا الدرجة بس بردو اخد هالنبيانس الحلو وكل شي بقفل الكاميرا وما لاح يطلع بس بشكل سوبر سوبر بسيط سوعة طول الشخص اللي بوجه اللي عم بيحكي الديراكت مع المايكروفون هيكون الصوت طبعه هلا تكنكلي حتكونوا عم تسمعوا هالصوت من الرود مايك اللي راكب على الكاميرا اوكي واخير نوع مايك كمان بتركه بالشانته هو هيدا اللي هو الديناميك مايكروفون هيدا الشي كمان كيبل فيه هلا بشيل هيدا المايكروفون لنوصله محله وتسمع صوته هيدا بحال عم صور مع شخص بدو يسأل عالم او شي كمان فينا نعتمية الزوم بسجل ديراكت عليها بس انو شوية سئيلة لانا اسمع الصوت وهيدا الاساس هيدا الديس ادفانتج طبعه هو انو مالح يركب ديراكت علي الكاميرا سو اجباري ينوصل على الزوم ما بدو فانتوم باور سو في غير لوم يعني الديفايس ريكوردر المهم يكون بياخد اكسل ار من قدر ان نسرجل عليه سو هلا خلينا هاقوصل هيدا المايك الهند مايك وتروفوا صوته تاست 1-2 تاست 1-2 هلو هم تسمع الصوت ديراكت من الهند مايك موصول على الزوم ريكوردر صوت نضيف انو افضل ويا المايكروفون يعني عن رد اقلا مايكروفون باعتمد عليه نسبة لانو ما كتير بقى عم بصور هالصورت of stuff اللي هي walk and talk مع حدا او اسئلة قبل لما كنت اشتغل مع التليفزيونيات ياس كنا vox pops وهدول سو كنا كتير نعتمد على هيدا المايكروفون وبينحب تعليه اللوغو و هالأساس هلا حاليا انا عم سجل مطعم بالستوديو وانا عم بستعمل كندنسر معك برا على الطريق عم بستعمل لاف مايك وويرلس مايك لذا انا انا شي كتير برايكتكال بس انو ما في عرف شو اللي معقول يستعمل معنا لذا ما في عدلكم المرات هي اللي بكون عم مصور كنفرانس او شيء ومثل ما بتعرف او بي لبنان بلد امنة سو عطول في جامرز في مواكب في هدول اخبار وفجأة او بيطير الصوت اللي هو من الويرلس مايك اللي يكون عم بستعمله بكون واصله على المكسر كرمال انا اتحرك خبرية او حدا عم بيحكي على ستيتش هتطلو المايك طبعي غير المايك طبع على الاودة الكاعة او شيء سو عطول يعني لازم يكون معنا باك اب ولهيدا السبب فيه هيدا المايك كمان بيضل معي بالشانته اللي هو كمان لاو مايك بس كابل سو هيدا الشيء يجي جاك صغير كابل سوبر طويل كرمال نقدر نتحرك بم؛ه يطلق وتستغير كان بيصدو مزح ولو دابت بالشيء اللي فيه 2 سوطات لدينا للكامرة او لصمات فون لطابقة سونا نستعمله بهالطريقة بصمات شيء ليس وامتقون مصوصة كمان نصل على الصوم نستعمله على الصمات سويا نصب كامل حسنا سأصل على الزوم ونرى صوته كيف حسنا ونرى صوته كثيرا ونرى صوته كثيرا حسنا حسنا تسمعوا الصوت من الوائر لاب كل الميكروفون بيرمعون الويندشيلد او داد كات او كل هالأساس اللي هنه ويند بروفينج حتى هيدا الشي يعني حتى هيدا اذا بدي استعمله بطريقة ديراكت في معا هيدا الميني داتكات اذا بتكون تركبوا على المايك الفتحات خصوصة حسنا 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 رجعنا عام تسمعوا الصوت من الوائر لاب بلال الوائر مع الوائر لاب لذا ما بعرف قديش فيه فرق ولا مرس اعمل هالا ناويب قريبا اعمل فيديو عم بارين فيه اصوات المايكروفون شو الفرق ووين افضل نستعمل هيدا ووين افضل نستعمل هيدا حسنا هيدا بالمختصر هكذا سريع نمحا عن شو الاشياء اللي عنجد تعطول بتركب الشنطة وبجرية بتجنة بصوير ازا ما معي هون تلاتتون لان عنجد ما فيكن تتوقع امتا او كيف معقول يصير المشكل يعني زوم ممكن توصل محل يفضى بطاريات ما معي بطاريات ما قادر اعمل شي سو مجبور اوصل على الكاميرا لاتسي معي هندمايت ما معي غيره وكيف بدي فوت على الكاميرا ما فيه ما في عنده اكس الار سو عطول لازم يكون فيه السوليشيون تاني تاغه نقدر نحلوه ما يوقف التصوير انيوي هيدا كانت هيك متل لمحة عن هيدا الشي اللذي اللذي حابب هيك شارك كون فيه سابقت كون بارت من ماي اكسبرينس و انشالله كان هيدا الشي مفيد للكون و سيو بالفديو التاني هيدا الشي مفيدا و اه قبل ما انسى سو هلا ام تسمع وصوت الكاميرا direكت بلا ميكروفون سو هيدا بس دي كون عندكم فكره شو الفرق بين ميكروفون و بلا ميكروفون سينا سينا